المرة الأولى تبرز بشكل قوي قضية معارضة الاتحاد الأوروبي والتي تلقى أصداء إيجابية لدى بعض القطاعات بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي ولسيما في صفوف المؤيدين لليمين المتطرف واليسار المتطرف أوروبا ليست عدوانا ولكن الاتحاد الأوروبي يتصرف بعدوة تجاه فرنسا لأنه يعوق اقتصادها ويمنعنا من حماية فرنسا من المنافسة الدولية غير النزيحة فضلا عن منعنا من حماية حدودنا من الهجرة الجماعية والتهديد الإرهابي لذا لا أريد أن يمثلني علم الاتحاد الأوروبي المرشحون الآخرون البارزون مثل فرانسوا فيو ومانويل ماكرون وبنواء أمو يؤيدون البقاء في الاتحاد ولكن لكل منهم مقاربة تختلفه عن الأخرى أمر صعب نسبيا لأن فرنسا لديها حجم كبير سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي لديها أيضا حجم اقتصادي تقريبا 12% 12-15% من مجمل ناتج الداخل الخام لمنطقة اليوروب بالتالي خروج فرنسا يعتبر خسارة لواحد من أعمدة الاتحاد الأوروبي قد يبدو الحديث عن ترك الاتحاد الأوروبي تأثرا ببريطانيا أمرا سهلا على المستوى النظري لكن عندما يتعلق الأمر بالتطبيق فإن الأمر يستلزم سنوات وسنوات مهما كان الرئيس حتى وإن كان من المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي فإنه وحسب المراقبين فإن العودة بالأنظمة السياسية والاقتصادية لن تكون سهلة لما كانت عليه قبل إعلان الاتحاد الأوروبي توني شاميي الحرة بريس اشتركوا في القناة